تيجي أم أو أب يقولوا لنا إيه؟ طب إحنا عايزين نشيلها يعني شكلها مش حلو قولوا ماشي إذا حبيتي تشيليها بس الأمر له ضوابط بقى تشيليها إزاي؟ مبدئياً القشر ده، قشر الشعر ده بيستجيب جداً للتدليك الرقيق طيب هتدلكي يعني أهو أكين دي فرد راس طفل وفيه قشرة هي التدليك الرقيق يعني بالراحة كده والتدليك الرقيق ده خدوها قاعدة كده بالعقلة الأولى من الأصابة العقلة الأولى يعني مش بالصوابع كلها الصوابع كلها يبقى ده مش تدليك الرقيق تدليك الرقيق مع الأطفال يعني بأول عقلة من الصوابع خلاص؟ يبقى أنت كده أهي بتعملي كده طيب هتدلكي بإيه بقى؟ إيه المادة اللينة أو اللي هتسمح لك بمرونة استخدام بقى الأصابع فوق القشرة دي استخدمي الشامبو بتاع شعر الطفل فيه أنواع من الزيوت بتتباع للأطفال فيه زيت الجسم للأطفال في العمر الصغير تمام؟ ممكن تستخدمي زيت الجسم بتاع الأطفال ممكن تستخدمي الشامبو بتاع الأطفال خدي جزء صغير قوي على طرف صبعك بس كده نقطة وبتدي يدلكي بس كده بالراحة أو زي ما بقول بالعقلة الأولى بعد كده بتعملي إيه؟ بتخسلي الرأس الطفل أو الطفلة الصغارين دول بالمية بكل حرص يعني تشتفي من الآخر بس خلي بالك أن فيه مناطق طرية فيه فتحات كده طرية فتحة أمامية وفتحة خلفية فتحة بمعنى إيه؟ كل اللي عندهم موليد جدد دلوقتي عارفين قصدي بتلاقي عليها جلد وكل حاجة بس إنما بتحطي إيدك بتلاقيها مفتوحة اللي هي الجمجمة لسه مفتوحة لسه هتقفل طيب الفتحة الأمامية بتقفل إمتى؟ الأمامية بتقفل عند سنة وسبعة شهر الفتحة الخلفية بتقفل عند ستة شهر يعني بتختفي عند ستة شهر اللي قدام بتختفي عند سنة وسبعة شهر في بلاد الشام اللي هم سوريا ولبنان والأردن والعراق وبعض دول البحر المتوسط بيستخدموا زيت الزتون في عملية التدليج ده تمام يعني مفيش مشكلة خلاص؟ طيب هل الأمر بقى انتهى كده؟ لا في حال زيادة القشرة دي قوي طب إيه يعني زيادتها قوي يعني إيه زيادتها عدناه وملاقناهم كتير؟ لا زيادتها قوي يعني إيه؟ يعني لقينا القشرة دي في معظم راس الطفل مغطية معظم راسه أو ابتدت كمان تنزل على وجهه أو تنزل توصل للرقبة أحيانا القشرة ده بيوصل للرقبة يبقى لو لقيناها مغطية راس الطفل كلها أو ابتدت تسحب كده وتقرب من الوش أو الرقبة أو إن لون القشرة اللي لسه قيل لحضراتكم من شوية إنه لونه أبيض ابتدى يتحول إلى اللون البني أو الأصفر الداكن أو الغامق هنا بقى لازم استشارة الطبيب لازم استشارة الطبيب وأنا هنا بتكلم عن طبيب الطفل على فكرة ممكن طبيب الأطفال وممكن تخصص طب الأمراض الجلدية اللي اتنين هيعرفوا ويتصرفوا ما تقلقوا وش يعني